سيناء قدس الأقداس، باب مصر للسماء، أرض التجلي الأعظم، الأرض اللي رويت بدماء شهدائنا في معركة التحرير واللي رويت كمان بعرق ولادنا وأهلنا في معركة التعمير والبناء النهاردة الحلقة من أول دقيقة كانت سيناء حظرة فيها، شفنا تقارير وحوارات مختلفة من شمال سيناء شفنا كمان قد إيه المشروعات العملاقة الموجودة هناك والطفرة التنموية في مجالات كتيرة جدا في الإسكان، في الصناعة، في الزراعة، في التعليم، في القطاع السياحي الحقيقة نقلة في كل الملفات بتستهدف المواطن السناوي بشكل أساسي يمكن ده شفنا وترجمته جريدة أخبار اليوم في عددها الخاص اللي احتفلت فيه بذكرى تحرير أرض الفيروز واستعرضت من خلاله رحلة التنمية والتعمير اللي بقت عليها سيناء في الوقت الحالي وده يمكن كان بعنوان سيناء ويتجدد لانتصار خلينا نرحب بالأستاذ والكتب الصحفي محمود باسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم اللي منوارنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر يا صباح الخير منوارنا ومشرف صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر ربنا قديم علينا الاحتفالات وربنا قديم علينا النص وربنا احفظ دايما أرضنا الحبيبة خلينا نبتدي كده كلامنا عن كنت شايف سيناء ازاي وبقت سيناء ازاي فعلا يتجدد الانتصار والله احنا يعني لما عادنا نرتب للملف ده كان تفكرنا ان احنا نلاقي معنى يجمع اكتر من حاجة يدي للناس فكرة ايه اللي بيحصل في سيناء عندنا انتصار في تلاتة وسبعين بالدم في التحرير عندنا انتصار بعد كده ضد الارهاب بعدة 2013 ويمكن انا كتبت عن شجاعة القرار انه قرار الرئيس السادات في وقتها بالحرب والسلام كان قرار شجع جدا ربما بعض الناس مكانوش فاهمين المعنى والمغزى بتاع القرار دي ربما قرار الحرب كان معروف لكن في ظروف الوقت ده كانت صعبة جدا يمكن كتب التاريخ بتتكلم على صعوبة جديدة جدا قدام الدولة المصرية انها تستعد المعركة بهذا الحاج مع التفوق بتاع الجانب الاخر علينا في وقتها فكان قرار الرئيس السادات شجع جدا انه يخش الحرب ويراهن على المصريين في المرة التانية لما خدنا قرار السلام كان فيه المحيط بتاعنا الاقليمي يعني فيه البعض بيرفع شعارات ورفع يعني رايات الرفض زي ما بيقولوا لكن رئيس السادات ساب كل ده وكان يعني قاري المشهد الدولي كويس جدا وقرر يحط مصر في المكان الصحيح انه عملية السلام دي تكمل نستلم ناخد ارضنا لاخر زرط رمل وبعدين نبتدي بقى التعمير والبناء وكذا ودي كانت رؤية صحيحة جدا لانه الحقيقة الارض الوحيدة اللي رجعت هي ارض سيناء صحيح من 67 في كل المنطقة من غير ما نتكلم عن حد الارض الوحيدة اللي رجعت هي ارض سيناء وده زكاء القائد المصري وده كان شجاعة القرار وقتها 2013 المشهد كان اصعب لانه الادو من الداخل وبدأ يبقى يعني مستشري وتنظيمات باختلافات واسماء كتيرة وصرعات بينها وبين بعض ويعني كان مشهد صعب شجاعة القرار تخش قط مسلحة تطهير كامل استمر عشر سنوات نفعنا دم وشهداء ربما هم السبب الرئيسي النهاردة احنا وقفين على رجلينا وبنقاوم العالم كله بارواح الشهداء دول وده انتصار متجدد ثم في معركة التعمير ان انت بعد سنوات من التهميش يبقى مصار الدولة المصرية الرئيسي تعمير سيناء ان سيناء تتحول مش بس لمناطق الصحية المعروفة وكذا لكن كمان مناطق اقتصادية يعني منطقة اقتصادية لوجستية عالمية انت بتتكلمين على منطقة يبقى تجارة العالم كلها بتمر منها لما نحط سيناء مع اقليم القناة ارتباط سيناء النهاردة بالدولة المصرية بقى ارتباط قوي جدا لانه بقى عندنا العبور لسيناء بقى اسهل من الاول بكتير طرق جديدة الانفاء خط السكة الحديد اللي رايح لسيناء حاجات كتيرة بقت موجودة تقدر تخلي الانتقال اللي كان صعب في سنوات طويلة قدر اقول يعني لمئات السنين السابقة انت كنت بتتكلم على منطقة يعني بعيدة تماما عن خطة العمران بتاعت الدولة المصرية النهاردة بقت سيناء هي قلب خريطة العمران بتاعت الدولة المصرية زي ما رك قلت دلوقتي يعني شرط كيه جدا فكرة انه زي ما قرار الحرب كان محتاج شجاعة فقرار التنمية كمان هو قرار شجاع لانه احنا بتكلم على تنمية حصلت خلال عشر سنوات اللي فاتت بالرغم من الحرب على الارهاب يعني الحرب على الارهاب كان من المفترض او من المتوقع انها تعطل شوية عملية التنمية لا احنا شفنا مع الحرب ضد الارهاب استمرار للمشاريع القومية في مختلف المجالات في سيناء الدلال الدائية يا فندم انه في قرار وفي تصميم انه يجب ان يتم تنمية سيناء بالرغم من اي ما يحدث حتى لو كان في عملات الارهابية او هنا دي شجاعة قرار من الرئيس عفاة حسي سيناء الحقيقة انه الرئيس من اليوم الاول وهو عارف الاخطار اللي بتهدد سيناء ويمكن شفنا بعضها خلال الشورى الماضية ويمكن اشارت الدوان فكرة ان انت يتجدد الانتصار في ان انت تنتصر على المخططات على سيناء صحيح والانتصار هنا مبني على ان انت قررت والرئيس يمكن حط خطة يعني شاملة للتنمية في سيناء من 2014 وفضل مصر ويشتغل عليها وكل اجنسة الدولة تشتغل عليها في نفس الوقت اللي انت فيه بتكفح الارهاب يعني انت حصرت الارهاب في منطقة صغيرة لكن المنطقة الكبيرة اللي هي مساحة سيناء اللي هي تقريبا ستس مساحة مصر بدأت تشتغل عليها كلها بمحاور متوزلة التنمية يعني انت التنمية بتتبني على طريق الطريق ده لما يبقى امتد بتبدي على اطرافه المجتمعات عمرها تظهر وبعدين مجتمعات صناعية وبعدين فرص استثمارية وبعدين ارتباط سيناء باقليم القناة والمرور في القناة وتطوير القناة بقى ارتباط يعني شديد جدا فانت بدأت تعمل افكار للستثمار وافكار للتنمية بقيت ايصر من الاول بكتير ثم وجهت موارد الدولة ان هي تعمل هذه التنمية وتبتدي تظهر الجامعات والمدارس والمجتمعات العمرانية البدوية وهنا برضو اشارة مهمة جدا ان رئيس السيسي يمكن بنى علاقة قوية جدا مع قبال سيناء وعشان كده قبال سيناء الجندي المعلوم زي ما احنا قلنا عليه في اخبار اليوم النهاردة في الحرب وفي السلام وفي التنمية وانه هما كانوا جزء من الحرب على الارهاب وحاموا ارضهم وحاموا ارض مصر وكمان انه هربعوا جزء مهم جدا من التنمية المجتمعات السيناء الموجودة العمران اللي بدأ يظهر انه كان فيه تفاهم للمشكلة بتاعت الارهاب ان انت كان لازم فيه مناطق تبتدي تشتغل عليها وبعدين السكان يبتدوا يرجعوا تاني للمناطق دي عشان ما يتقزوش وعشان في نفس الوقت تعرف ان انت تعمل المكافحة اللي انت محتاجها لانه عملية المكافحة للارهاب عملية صعبة جدا وقعت جيوش العالم بتقدرش عليها لكن انت لازم تعمل لتنين مع بعض انت توفر حياة كريمة للناس اللي موجودة تقفل بباب التهميش اللي الارهابيين بيخش منه وبعدين تبتدي تشتغل على ان انت تكافح الجزور بتاعت الارهاب دي سواء بتمويله بسلاحه بعنصره وبعدين تبتدي النهاردة تعمل بمجتمعات بقى الجديدة الحياة الجديدة اللي بدأت تظهر في سينة وبدأت تحمي سينة انت لوحدك اللي بتبتدي تعمل ولا بالشراكة مع القطاع الخاص يعني كان فيه اهتمام كبير جدا جذب استثمارات لسينة والقطاع الخاص يدخل ويستثمر شايف مكان بكر متاح فيه جدا استثمار ومتعطش لانه يبقى فيه خدمات ويبقى فيه مرافق القطاع الخاص كمان كان موجود وكان له تواجد كبير في هذه المعركة معركة اعادة الانتصار من جديد صحيح والقطاع الخاص طبعا جزء من العملية التنمية لانه القطاع الخاص يعني هو القادر انه يعمل مشروعات نكحة هو ريالة الاعمال هو اللي يقدر يرعى مشاريع كبيرة ويقدر يطلع منها مكاسب وارباح ويبقى فيه شراكة حتى من رجال العمل اللي موجودين في هذه المناطق والحقيقة بيقوموا بدور مهم جدا كقطاع خاص شايف الفرص الاسثمارية الموجودة في سينة لانه من ابناءها وفي نفس الوقت بيقدر انه هو يجيب كمان استثمارات اخرى شراكات مع اخرين سواء استثمارات اجنبية او استثمارات مصرية عشان يبتدي يعمر وينمي لان انت بتكلمي هنا على فرص بكر واراضي بكر وفيه مشروعات عظيمة وفيه مشروعات انا شايف مثلا من المشروعات المهمة جدا التجل الأعظم ان انت هنا بتستلهم من الكتب الساموية التلاتة المكان في الاخبار اليوم التجل الأعظم هدية مصر للعالم تحقيق اكتر من رائع وفيه تفاصيل كتيرة جدا ان المشروع ده ده مشروع مصر التنويري الثقافي اللي في المستقبل بالتأكيد لانه اولا ده مشروع بيعزز فكرة السلام بين كل الاديان وبيعزز فكرة ان مصر هي مهد السلام في المنطقة وفي العالم من هنا خرج السلام ومن هنا خرجت فكرة الايمان وعلى هذه الارض تجلى الخلق العظيم سبحانه وتعالى فبالتالي انت كنت السنين اللي فاتت كنت المنطقة دي كان لازم تهتم بيها وتبتدي يبقى فيه مشروعات تخصها ثقافية ودينية وغيره لانه ده مصر مهم جدا والمصر ده كل العالم يحب يجيه ويحب يشوفه وهي منطقة بالفعل فريدة من نوعها مفيش زياءة في العالم كله فكان من المهم ان انت تهتم بيها يبقى لها مشروع خاص وهنا انا بحايل حكومة حكيت دكتور مصطفى مدبولي انه هم فكروا وبدأوا يشتغلوا بالفعل على هذا المشروع للفترة اللي فاتت وإحنا قدام النهاردة النتائج اللي هتظهر الفترة القادمة وربما يبقى يعني قريبا في القريب العاجل نشوف المشروع ده متحقق على أرض سينة وده هيبقى مصدر جذب مهم جدا لكل السياحات من كل المنطقة طيب جريدة أخبار اليوم كان لها يعني عدد خاص جدا عن ذكرى تحرير سينة وكان تحت عنوان ويتجدى الانتصار زي ما قلنا في البداية لو حدرت كلمتنا عن الملف ده تضمن ايه أبرز المشروعات التنموية اللي حاولتوا تبرزوها أو تشاوروا عليها في العدد ده ونعكاز ده على الأهالي السينوية يمكن كان لدينا أكتر من محور المحور الأول أن احنا نذكر الناس والأجالية الجديدة ماذا حدث فيه ذكرى تحرير سيناء وهنا بالأساس المعركة الديبلوماسية وإزاي مصر قد تحصل على أرضها بالحرب وبالسلام وإن السلام كان جزء مهم جدا من الانتصار تحقيق الانتصار والوصول إلى آخر يعني بقعة رمل من أرض سينة ومصر قد تحصل عليها ومصر قد تقدم لها الحماية الكافية أنه ما يحصل لاش أي تهديدات في المستبع زي ما بنشوف دلوقتي يعني يمكن الربط ما بين الماضي والحاضر حاضر طول الوقت أنه السياجات اللي موجودة دلوقتي بتحمي سيناء من كل الأخطار اللي موجودة ومن كل المخاططات اللي بتحاول أنها هي يعني تهدد سيناء الأمر الثاني قبال سينة وكان عندنا اهتمام أنه نبقى عندنا موضوع عن القبال وإزاي هم كانوا جزء من الانتصار وإزاي أنه هم جزء النهاردة من التنمية والتعمير والمشروعات اللي بتتم والمشروعات اللي هم بشاركوا فيها وإزاي أنه هم جزء النهاردة من عملية التنمية وجزء النهاردة من عملية سناعة القرار داخل سينة ودي مسألة مهمة جدا وبعدين إحنا كان عندنا المشهد التنموي الكبير اللي هو المركز الجزيستي العالمي الإشتاد الدولية باللي بيحصل في سيناء والرصد الدولي وربما ده كان من الحاجات المهمة اللي أنا كنت حريص الناتبة موجودة لأنه في بعض الأوقات بتسمع بعض الناس بتتكلم على مشروعات التنمية بفكر مختلف لكن لما بتيجي الإشادة من الخارج دايما بيبقى فيه نوع من أنواع المصدقية للموضوع فبالتالي كان مهم جدا أن أمر رصده وفعلا لقينا إشادات كتيرة جدا من دول العالم بالتنمية اللي بتحصل في سيناء بمحاورها المختلفة بالفكر والفلسفة اللي بتتم بيها العملية التنمية دي ثم مشروع التجل الأعظم وده أنا فردنا له يعني مساحة كبيرة لأنه في الحقيقة يحتاج أن احنا نتكلم عنه كتير ويحتاج أن احنا نقص ليه وأن احنا نتكلم عنه للعالم كله يعني إزاي نتكلم على المسألة الثقافية والدينية والاجتماعية يعني الروحية اللي موجودة في هذا المكان وأنه التجربة بتاعت الناس في الزيارة والتجربة بتاعت الناس في أن هي يعني تستلهم المعاني المهمة اللي موجودة في المكان ده وإزاي أنه هو ده مكان للسلام ومكان للمحبة ومكان للتعايش السلمي بين كل الأديان أنا بشوف أن ده مسألة مهمة جدا وده الروح بتاعت مصر صحيح وده اللي حينقل الروح المصرية للعالم كله يعني أظن التجل الأعظم ده حيكون نقطة جذب عالمية لما يتم على أرض الواقع الفترة المقبلة ويتشوف المشروع أو تكتمل ملامحه سميته أهلنا والقبائل في سينة بالجندي المعلوم ليس الجندي المجهول وهنا فلسفة أو حتى نظرة كل مشروعات التنمية بداية من المشروع القومي اللي تطويره تعمير سينة دايما عنيها على المواطن في سينة هو ببقى مشارك في المشروعات ليه نصيب كبير جدا في البناء آخر حاجة دلوقتي بنتكلم على مدينة رفح الجديدة كمان أهمية وضع الإنسان أو المواطن السينوي في قلب اهتمامات أي استراتيجية بتنفذ في سينة شايف ده إزاي؟ طيب اسمح لي بس في يعني أروح بس بعيد شوية سنة 68 كان فيه مؤتمر اسمه الحسنة مؤتمر الحسنة ده كان عمله مشهي ديان اللي هو كان وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها لقبائل سينة عشان يعمل حاجة اسمها تدويل لسينة تدويل تدويل آه فكان فيه شيخ اسمه سلمان الهرش طب كان موجود فقال له انت عايز تعمل سينة دولية وأنا سورتي هتحطها على الجينية ولا هتحطها على العملة بتاعت الدولة دي قال له آه يعني كل اللي انتوا عايزينه هيحصل لو انتوا هتوفقوا على تدويل سينة قال له سينة مصرية مية في المية واللي يتكلم باسمها الرئيس جمال عبد الناصر وانتهى المؤتمر وانهارت كل الخطة الإسرائيلية بسبب البطولة دي وبعدين نروح لمنظمة سينة العربية اللي كان فيها العناصر اللي كانت بتقاوم الاحتلال الإسرائيلي وقتها في سينة وهنا ده القبائل بتاعت سينة وعواقل سينة هم اللي تصدوا وقتها مع عناصر الجيش المصري في التوقيت ده ثم هم اللي كانوا مع الجيش المصري هو داخل وهو في العبور وهو في الانتصار وهو بيتحقق في الحرب على الإرهاب هم برضو كانوا الجندي المعلومة اللي وقف وتصدى مع الجيش وقوات الجيش والشوطة وهما بيتصدوا الإرهاب ودفعوا برضو أرواح ثمينة عشان يحرروا أرضهم وأرضنا من الإرهاب النهاردة في عملية التنمية ودي العملية الرئيسية النهاردة اللي كل الناس بتحاول أن هي تمد إيديها عشان تعمر سينة لأن تعمير سينة هو الصغرة أو التهميش بتاعه كانت صغرة طول الوقت لأي تهديدات لسينة فالنهاردة شيوخ وقبائل سينة جزء مهم جدا من عملية التنمية المشروعات بتاعتهم المجتمعات البدوية بتاعتهم اللي أنت حفظت عليها النهاردة وعملت البيوت البدوية والبيوت اللي هي لها تراث لأن أنت عادتهم وتقلتهم جزء من الحياة بتاعتهم فأنت لا يمكن النهاردة أن أنت يعني يعني تخفيها أو تحاول أن أنت تغير منها فده هيبقى صعب جدا فأنت بنيت النهاردة على الطراز السينوي بدأت تعمل مشروعات من البيئة وبدأت تنمي المناطق دي بتمويل كبير جدا المدارس والمستشفيات والجامعات الجامعات الكبيرة اللي موجودة النهاردة في سينة واللي تبنت الفترة اللي فاتت رفح الجديدة والمباني المهمة جدا اللي اتعملت واللي فيها بقى كل الاحتياجات إن أنت عندك محطات مية محطات صرف كهرباء بدأت تتوفر كل ده بدأت الشكل القديم اللي فيه التهميش لكن أنت النهاردة بتكلم على مناطق فيها تنمية مستدامة طب أنا مش عارفة أخذ من كلام حضرتك أسأل إيه ولا إيه يعني حالك كلمت عن محور التعليم وكلمت عن التنمية المستدامة إحنا عندنا مشروعات تنموية وطاقة نظيفة بيتم التعامل معها دلوقتي على أرض سينة تحليط المياه وبعد ما كانت المياه مثلا بتوصل لعريش المياه الحلو وبتوصل يومين في الأسبوع بقت عندنا محطة تحليط مياه يعني فيه حاجات ممكن يستحقها حقيقي المواطن السيناوي تنعكس عليه وتحسن جودة الحياة بالنسبة له طبعا لأنه التنمية هنا بتسير على مسارات متوازية يعني أنت لازم يبقى حياته جزء من التنمية بعد كده العمل اللي هو هيقوم بيه ده جزء من عملية التنمية ثم لسسمار والاستدامة بقى هنا ده الجزء الثالث المهم إنه فكرة إنه يبقى مثلا فيه أكتر من نشاط يقدر يمرس النهاردة فيه نشاط للمواني ومينة العريش بدأت المصايد وصيد السمك في البردويل إنه عندك النهاردة الإقليم القناة والشغل والزراعة كبير الزراعة والإنتاج الحيواني وغيره إنت كل المشروعات دي النهاردة وإنت بتشتغل عليها إنت بتشتغل عليها بشكل متوازي عشان توفر فرص عمل مختلفة وعشان توفر الحياة الكريمة اللي إحنا يعني كلنا متمنها لأهالي سيناء وكل أهالي مصر وكمان المشروعات التنموية وإن أنت حتى التحالف الوطن العمل الأهلي والحاجات اللي هي بتروح للمناطق اللي ممكن تبقى محتاجة في أوقات معينة لمساعدات عجلة بدأت تتحرك لها وتبقى موجودة هو معنى الكلام دا إنها جزء من عملية التنمية الشاملة وجزء من الرؤية الشاملة للمجتمع المدني لكل أجزاء مصر المناطق اللي موجودة محتاجة على طول لمساعدات بتروح لها فكل مناطق سيناء النهاردة زيها زي الدلتة زي الوادي زي الصعيد عندها نفس التنمية وعندها نفس الاهتمام من الدولة المصرية جميل ما ينفعش نفصل مشهد التنمية في سيناء عن الصياق الإقليمي دلوقتي ما يحدث من ضرف دقيق بيمر بيه الإقليم كله وحضرتك كتبت مقاله وسميت أنه إقليم فقد عقله صحيح مهم جدا ما يحدث الآن في هذا التوقيت في سيناء وإعادة ما أقولش يعني تأكيد على قيمة الأرض وقيمة التنمية والعمل في سيناء في ظل ما يحدث حولينا في المنطقة يعني خلينا أقول لحضرتك أنه الإقليم كله في لحظة خطر وأن الخطر ده قريب مننا جدا وأنه اللي بيحصل فيه يعني فيه قطاع غزة من جرائم ومجازر إسرائيلية ومحاولة إسرائيل طول الوقت تصدير الأزمة وتوسيع نطاق الأزمة على مستوى الإقليمي ده بينعكس علينا بشكل سلبي جدا وتحديدا لسيناء لأنه طول الوقت بيضع سيناء في خطر وكان الدولة المصرية عندها هاجس طول الوقت من فكرة التهجير القصري ومحاولة أنهم دفع أهالي غزة مش بس عشان أنهم يبقوا موجودين هنا كمان أنت بتصفي القضية الفلسطينية لأن خلينا نشوف المشهد بتاع رفح النهاردة ده آخر بقعة متماسكة في فلسطين يمكن إقامة الدولة الفلسطينية عليها فبالتالي لو أنت النهاردة هجرت أهلها فخلاص ما عادش فيه فلسطين وده ربما يعني إخواتنا في فلسطين وإخواتنا في غزة تحديدا واخدين بالهم من الخطر ده كويس وعشان كده النهاردة هم متماسكين بأرضهم وتحية ليهم على اللي هم بيعملوه دلوقتي ده مصر هنا شايفة الموضوع كويس وشايفة أنه لابد من تقديم مساعدات داخل القطع نفسه فبدأت تظهر الخيام المصرية بدأت تظهر مواد الأغاسة المصرية بدأت تظهر الشاحنات اللي بتحمل الغزاء والمياه وغيره وبتعدي من معبر رفح اللي هو بالمناسبة معبر أفراد مش معبر شاحنات فانت النهاردة أصريت وكان ضغط دولي والدبلوماسية المصرية نجحت منها تدخل الشاحنات من معبر الأفراد في نفس الوقت التأثير بقى السلبي عليك إنه المنطقة دي بجوار منطقة مشتعلة فبالتالي بتقصى عليك سياحياً بتقصى عليك اقتصادياً المشروعات اللي بتعملها دي كلها بيبقى يعني فيه هلد كده عليها لغاية لما تنتهي هذه الأزمة عشان كده الدولة المصرية بتحاول إنها تسعى في أمور الهدنة بتسعى إنها تهدي بقى الأوضاع بتتصل مع كل الأطراف عندها علاقات جيدة بكل الأطراف ربما هي بيتمثل قوة الحكمة في إقليم فقد عقله في الحقيقة من اللي بيحصل دلوقتي وده اللي حنشوفه إن شاء الله بإذن الله الأيام المقبلة كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحف المحمود باسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم نورتنا وشرفتنا وتحية على هذا العدد من أخبار اليوم سيناء ويتجدد الانتصار والانتصار بيتجدد في كل لحظة وكل يوم على أرض سيناء شكراً لك يا فاندو شكراً لك